من فعالياتنا الغنائية اللي كانت موجودة في يو أرينا مبارح لكن برضو كان فيه فعاليات رياضية كبيرة جدا وهي بطولة كرة السلة للسيدات وأيضا للرجال كان لهم نصيب الاتنين فيه بطولة كبيرة جدا لكرة السلة تعالوا نتابع فعالياتها وتفاصيلها من خلال التقرير اللي جاي مدينة العالمين الجديدة مش بس بقت الوجهة السياحية المهمة لكن بقت الوجهة الرياضية اللي بتستضيف عدد كبير من المباريات والألعاب الرياضية بمشاركة الاتحادات الرياضية المصرية وده اللي شفناه من بداية مهرجان العالمين الجديدة ولسه مستمر معانا بمباريات كرة السلة بين فريق الرجال وفريق السيدات التابعين لمنطقة القاهرة لكرة السلة تحت رعاية الاتحاد المصري لكرة السلة وزارة الشباب والرياضة 8 فرق للرجال وأربع فرق للسيدات وفي فرقتين من السودان تعالوا بينا نشوف الأجواء عاملة إزاي والمنافسة بين الشباب والبنات في فعاليات مهرجان العالمين الجديدة يلا بينا فعاليات مهرجان العالمين الجديدة لسه مكملة معانا وما بتنتهيش والحقيقة إن مدينة العالمين مش بس بقت الوجهة السياحية لكن كمان بقت وجهة رياضية لاستضافة العديد من المباريات والبطلات المحلية ومشاركة كل الاتحادات الحقيقة المصرية في الألعاب المختلفة من وقت بداية مهرجان العالمين الجديدة علشان كده إحنا بنتابع معاكم وشايفين قد إيه الألعاب اللي بتستضيف أو الملاعب اللي بتستضيف المباريات اللي موجودة وإحنا بنتابع دلوقتي المباراة الخاصة لفريق الرجال والسيدات لكرة السلة التابعين لمنطقة القاهرة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة السلة عندنا فرق من الرجال وفرق من السيدات وكمان عندنا مشاركة من دولة السودان كلينا نعرف تفاصيل أكتر من سيادة العميد واقل عبد الحي المدير التنفيذي لمنطقة القاهرة لكرة السلة ويقول لنا أكتر بقى استعداداتهم ووجودهم طبعا في مهرجان العالمين الجديدة برحب بحضرتك وأهلا وسهلا بيك في مدينة العالمين وقل للأول الفكرة جات لكم إزاي أنكم تكونوا موجودين طبعا هو نشاط سنوي لكم قل للفكرة بقى جات إزاي أنكم تكونوا موجودين في مدينة العالمين الجديدة وأن المباراة النهائية تتلعب ضمن فعاليات مهرجان العالمين والله ده الأول مساء الخير من أغورنا طبعا في الإفنت بتاعنا من أول ما بدأوا عملوا الملعب في المنطقة الجميلة ديت والفكرة جات لمجلس إدارة المنطقة بتنفيذ فعالية من الفعاليات النشاط عندنا نشاط كبير جدا فاخترنا أكبر سن موجود في الفعالية اللي هو درجة الأولى رجال وسيدات وقلنا لازم نعمله إن شاء الله في العالمين وفعلا الفكرة جات أول ما بدأ التنفيذ على طول نفذناها في التاريخ اللي اتفقنا مع المتحدة ومع إفنت بلس قبل ما اتكلم بقى عن الفرق المشاركة عايزة عرب بقى انتباعك ورأيك عن الأجواء في مدينة العالمين الجديدة وأكيد يعني أنتوا اللعبتوا أنشطة كتير قبل كده بس هل مميز أنتوا تلعبوا هنا في الأجواء الجميلة في مدينة العالمين سدقني الأجواء ديت لازم يتعمل فيها إفنت عالمي لازم يتعمل فيها بطولة أفريقية و بطولة كبيرة جدا لأن المكان هنا مكان جميل جدا وقربوا من البحر وكده والمكان الجميل دوت حاجة تحفة يعني حقيقة بلعب بسكت مسلا بقى إلي عشر سنين بس بطلت يعني للظروف الكلية وكده فالبطولات الصيفية بتبقى فرصة بالنسبة لي أن أنا يعني أعمل لأنا كنت بحبه للمدة عشر سنين وكده وصراحة اللعبة على البحر تحفة يعني يكفي بس منظر البحر بنخرج خسرانين بس تمام إحنا شايفين البحر بس فالملعب حلو والأجواء جميلة والحكام والتنظيم يعني أنا شايفة أنه اليوم لغيت دلوقتي ماشي حلو قوي جيت على مصر الزيارة تقريبا وصلي تقريبا ثلاث سنين ونص هون بدريب بسكت وبلعب بسكت ولعبت مع أكتر من ستيم هون منايدك مع البسكت كانت من عمري ثماني سنين بالسورية كانت أتمريني هناك كتير وكان عنا أكاديمي وبتطورت وماتشات ومنتخبات ويعني كتير شغلات حلوة ما رأيك في الأجواء هنا وأنك تلعب البسكت بول في مدينة العم كتير حلو بصراحة واتفاجأت من الفيو يعني كل شي مرتب وكل شي حلو الأجواء ما تتوصفش يعني هو إحنا على البحر نلعب بسكت فدي حاجة بتحصل في أمريكا في ميامي لكن في مصر لأ دي حاجة جديدة يعني فالأجواء لأ يا جميلة والبراج ورانا وإحنا قاعدين نلعب يعني من هنا في بحر من هنا في براج فمن كل حتة فيه من مناظر جميلة ميز عن أي مكان اللي عبت فيها آه أكيد طبعا أكيد طبعا أصلا أغلب الأماكن تبقى إما صالة مغطاة إما منعب في نادي لكن ده على البحر فده حاجة تانية خالص واحد حاسس هو في دولة ربية يعني ومشاء الله فده تغضم يعني حاجة والله أنا سوداني وحاسس بالفخر بجد يعني وبصراحة أنت ترى وصلا البحر وراجز حاجة لوحدها يعني لأ مختلفة وحلوة لما تحب بها ترجعي تقولي إيه لصحابك عن مدينة العالمين لأ بصراحة نحن كلنا نرحو نلعب ثاني لشان هي لزيدة قوي بزاف نحن مع صحابنا كلنا وكده طبعا التحكيم هنا في الأجواء دي أكيد مختلف وبتقوية الثلاثة على ثلاثة كمان مختلف وفي الأجواء الجميلة دي أكيد التحكيم بيبقى أحسن بكتير من الأجواء اللي بتبقى صعبة يعني هنا أحسن الموضوع بيبقى فاني شوية بيبقى أفضل للناس كلها وكمان للحكام بيبقوا كمان اللعيب أهدى كلمنا عن لجنة الحكام بقى وتواجدها في مباريات السلة والأدوار طبعا للي بدون إحنا طبعا بنعين الحكام وبنتابعهم وبنحاول إن إحنا نعد أجيال جديدة تبقى موجودة وبنحاول إن إحنا نتابع الحكام على طول عشان نبقى قضيت لأي حدث لعبة كورت السلة لعبة سريعة والتحكيم فيها بيتطور على طول فإحنا بنحاول نكون موجودين على طول معنا